هجمة تركية جديدة في العراق قتل في المهمة العسكرية تلك عشرة عناصر من تنظيم بككة هذا غلاف التصريح التركي من الخارج فيما الواقع أنه تعد على الأراضي العراقية وليس الأول من نوعه على الرغم من أن الأيام الأخيرة تزاملت فيها زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لسنجار واستمر القصف على حاله معرضا حياة العراقيين للخطر والأشد خطرا أن تستباح سيادة البلد دون رد فعل يلزم تركيا احترام نداء بغداد المتكرر بإيقاف الدخول في الأجواء العراقية وإن كانت الذريعة هي مهاجمة حزب العمال الكردستاني رسالة رئيس الوزراء التي أعلنها في سنجار كانت واضحة مباشرة إلى جميع الأطراف الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالتنديد ورفض استخدام أراضي العراق لتصفية الحسابات من أي جهة كانت لكن تركيا متزمت تجاه استمرار القصف مبررة مهاجمة عناصر الإرهاب فيما المشهد لا يبشر باستقرار في الأراضي العراقية وما يعني في عرف الدبلوماسي على أنه إساءة لمبادئ حسن الجوار أما الحديث الذي قيل على لسان محللين ومراقبين فيما يدعم فكرة أن تركيا تخوض حرب المياه والسلاح لصناعة النفوذ لها ضاربة بعرض الحائط ما هو حق للعراق وغيره وهنا كان نداء واشنطن هو الآخر وليس الأول من نوعه أيضا كان مباشرا لأنقرة بضرورة احترام السيادة العراقية الميدان تعم فيه لغة القصف فيما الدبلوماسية وعلى ما يبدو تحتاج للغة أخرى لا تتوقف عند لغة التنديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر